اشتركوا في القناة لا يمكن ان يكون مسألة داخلية لأي دولة هذه القضية جذبت اهتماما عالميا اكبر مع فرار 700000 شخص ينتمون لأقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة من بلادهم ميانمار الى بنجلاديش في قضون بضعة اشهر فقط قبل ثلاث سنوات ولهذا لم تعد ازمة لاجئي الروهينجا مسألة داخلية في ميانمار بل هي الان احدى الازمات العالمية الاكثر خطورة وتستضيف بنجلاديش اكثر من مليون لاجئ من الروهينجا في اكبر مخيم للاجئين بالعالم في منطقة فوكس بازار جنوبية البلاد والتي تعد ايضا المركز السياحي الرئيسي في البلاد نظرا لوجود اطول شاطئ بحري في العالم لكن الانماط الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمنطقة تغيرت الى الاسوأ بسبب الاثار السلبية للمخيمات المؤقتة المكتبضة وتواجد عدد كبير من الموظفين من مختلف وكالات الاغاثة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وساهم استقبال بنجلاديش للاجئي الروهينجا عقب حملة القمع الوحشية في اغسطس اب عام 2017 بولاية اراكان في تعزيز صورتها على الساحة العالمية كمثال رائع للانسانية وفي بداية الازمة اصلت رئيسة وزراء البلاد شيخ حسين واجد على لقب ام الانسانية لإيوائها الروهينجا التي وصفتهم انذاك بانهم اخوة واخوات لهم لكن بنجلاديش نفسها تبدو الآن في حالة توتر مع لاجئ الروهينجا فبعد عامين فقط بدأت شيخ حسين في معالجة ازمة الروهينجا باعتبارها تهديدا اقليميا وعبا على البلاد وخلال خطابها بالدورة الرابعة والسبعين لجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر ايلول عام 2019 اعربت شيخ حسين عن احباطها من عدم عودة اي فرد من الروهينجا الى وطنهم يانيمار وفي دورة عام 2020 كررت شيخ حسين الرسالة نفسها داعية للمجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات فعالة من اجل اعادة سلمية ومستدامة للروهينجا الى وطنهم ان التغيير الذي شهده موقف دكا يعبر عن الواقع الخطير للازمة ولا يعني ذلك ابدا ان مشاعرها تجاه الروهينجا تغيرت بل انها ترى ان الحل الحقيقي للازمة هو عودته مستلمية والمستدامة الى الوطن لاجل مصالح بنجلاديش والاستقرار الاقليمي ايضا واصبح لدى بنجلاديش فرصة جديدة لاثارة قضية اعادة الروهينجا مع تولي الحكومة المنتخبة حديثا في ميانيمار السلطة لاربع سنوات ومع فوز زعيمة ميانيمار اونغسان سو تشيب ولاية ثانية في الانتخابات العامة التي جرت في الثامن من نوفمبر 22 الماضي تحاول بنجلاديش ابقاء قضية الاعادة الى الوطن في الاجندة التولية وذكرت بنجلاديش بالفعل مرات كافية ان الروهينجا الذين اصبحوا عبئا عليها هم مواطنون ميانيمار ويجب عليها اعادتهم لوطنهم وينبغي على المجتمع الدولي الضغط عليها لتسريع العملية فرصة جديدة اماب بنجلاديش يجب ان تثبت بنجلاديش الان بحجج ووثائق قوية ان اكثر من مليون من الروهينجا اللاجئين لديها منذ سنوات هم من مواطنين ميانيمار الذين فروا منها نتيجة القمع الوحشي وفي هذا الصدد هناك عشرات التقارير والدراسات التي اجرتها بعثة تقص الحقائق التابعة للامم المتحدة وهيئات حقوقية عالمية اخرى وعلى بنجلاديش تقديم هذه المعلومات والمطالبة باطار زمني محدد للعودة وهو ما اشار اليه وزير خارجية بنجلاديش ابو الكلام عبد المؤمن لوسائل اعلام محلية بقوله ان دكا ستطلب من نايبي داو اطارا زمنيا لاعادة الروهينجا واشار حلفاء مقربون لميانيمار بما في ذلك الصين والمملكة المتحدة انه بعد تشكيل حكومة جديدة في ميانيمار سيتم تسليط الضوء على قضية اعادة الروهينجا وفي اكتوبر تشرين الاول الماضي نقل وزير الخارجية الصيني وانجي غسالة الى بنجلاديش تحمل تأكيدات ميانيمار بشأن قضية اعادة لاجئ الروهينجا وعقب الانتخابات العامة في ميانيمار قال اللورد طارق احمد وزير شؤون الكومنوروث والامم المتحدة وجنوب اسيا في وزارة الخارجية ان بلاده تريد من حكومة ميانيمار الجديدة اتخاذ خطوات نحو عودة الروهينجا بشكل آمن وكريم الى موطنهم في اقليم اركان لذلك يمكننا القول ان هناك فرصة جديدة لبنجلاديش للضغط على ميانيمار من اجل اعادة الروهينجا لموطنهم وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية تعامل دكا دبلوماسيا مع القضية والحفاظ على دعم الفاعلين الدوليين لها الوثائق التاريخية الداعمة لمطالب بنجلاديش تشير دراسة نشرتها منظمة الروهينجا البرميين المدافعة عن حقوق الروهينجا في المملكة المتحدة في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي الى ان الابادة الجماعية في ميانيمار مستمرة بلا هودة وجاء في التقرير ان المجتمع الدولي بحاجة ماسة الى بذل المزيد من الجهد لوقف الابادة الجماعية حيث تتجاهل ميانيمار الاجراءات المؤقتة التي وضعتها محكمة العدل الدولية وتثبت الوثائق التاريخية ايضا ان الروهينجا هم المواطنون الاصليون لاركان ووفقا لاستجلات التاريخية من الفترة البريطانية حتى انتخابات عام 2010 كان هناك مشاركون مسلمون في جميع الانتخابات البرلمانية في ميانيمار وخدموا الامة كمشرعين ووزراء حتى ان معظم الروهينجا حصلوا على حقوق التصويت في الانتخابات الوطنية لعام 2010 وفاز منهم ثلاثة مرشحون في برلمان البلاد ومرشحان اخران في برلمان اقليم اراكان لكن فجأة قبل الانتخابات الوطنية في الثامن من نوفمبر عام 2015 تم استبعاد المرشحين المسلمين من الانتخابات وحرم مسلمو الروهينجا فجأة من حق التصويت ولذلك يجب على بنجلاديش تشكيل فريق بحث قوي لجمع جميع الوثائق المتاحة لاثبات ان الروهينجا هم مواطنون ميانيمار وانهم واجهوا حملات القمع الوحشي لعقود وعلى ميانيمار استعادة مواطنيها على الفور ومعاملة الروهينجا الذين ما زالوا داخل البلاد بشكل لائق القضايا التي يمكن لبنجلاديش عرضها امام العالم ان اكثر من مليون لاجئ من الروهينجا الذين يعيشون في خيام مؤقتة مزرية في بنجلاديش ليس لديهم مجال كبير للثقة في ادارة سوتيشي لاستعادة حقهم في الجنسية والعودة الكريمة الى الوطن ولا تزال حكومة ميانيمار تنكر ان الروهينجا هم مواطنيها وتعاملهم على انهم بنجاليون غير شرعيين حتى ان حوالي ستمائة الف من الروهينجا الذين ما زالوا في ميانيمار ومعظمهم في اركان حرموا من حقهم في الجنسية بموجب قانون المواطنة المثير للجدل لعام الف وتسعمائة واثنين وثمانين وفي الانتخابات العامة تم تهميش الروهينجا وبعض الاقليات العرقية الاخرى كما لم يسمح لأي شخص منهم بخوض الانتخابات ووفقا للبيانات الرسمية والتقارير المتاحة في وسائل الاعلام العالمية تم احتجاز اكثر من 120 الف من الروهينجا داخل ميانيمار في معسكرات النازحين داخليا دون اي حقوق اساسية مثل حرية التنقل وحرية التعبير والتعليم ولا تزال اعمال الابادة الجماعية مستمرة في ميانيمار بموجب اوامر مباشرة من الدولة رغم ان حكومة سوتشي والجيش يمثلان امام محكمة العدل الدولية بتهمة الابادة الجماعية واعربت عشرات المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الانسان عن قلقها اكثر من مرة بشأن الابادة الجماعية المستمرة ضد الروهينجا وجماعات عرقية اخرى لكن ميانيمار لم تتخذ اي خطوات بعد وحتى الان لم تسمح ميانيمار لاي لجنة تحقيق او ممثل دولي بزيارة اقليم اركان لتقييم التهم التطهير العرقي والابادة الجماعية التي ارتكبها جيش ميانيمار بدعم كامل من الحكومة وبالنظر لهذا يمكننا القول بلا شك ان ميانيمار غير مستعدة على الاطلاق لاعادة الروهينجا الى وطنهم مع ضمان حقوقهم وكرامتهم ويجب على بنجلاديش ان تضع الحقائق المذكورة اعلاه امام الجهات الفاعلة العالمية من خلال جميع القنوات الدبلوماسية الممكنة للضغط على ميانيمار وإلا فان قضية عودة الروهينجا ستضعف مع مرور الوقت مما يجعل الروهينجا اكثر عرضة للتطرف او الاجرام وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على المنطقة باسرها كيف تستطيع بنجلاديش اقناع حلفائها قدمت الهند مؤخرا غواصة الى ميانيمار واستثمرت مبلغا ضخما من الاموال فيها وهو ما يبدو مقلقا بالنسبة لبنجلاديش ولذلك يجب على دكا التواصل على الفور مع نيو ديله ومطالبتها بالضغط على ميانيمار لإعادة الروهينجا الى الوطن والهند اكدت بالفعل في مناسبات مختلفة انها تقف مع دكا في قضية إعادة الروهينجا ويجب على بنجلاديش اخبار الهند بوضوح شديد بانه من واجبها الاخلاقي اجبار ميانيمار على استعادة مواطنها وتعمل الصين الان ايضا على العديد من المشاريع الضخمة في بنجلاديش ويشارك حاليا ما يقرب من مليون صيني في مشاريع وانشطة تجارية مختلفة هناك وعلى ذكا توسيع حوارها الدبلوماسي مع بكين للضغط على سوتيشي واخيرا يمكن القول انه بالاستعانة بجميع الوثائق المناسبة يجب على بنجلاديش مخاطبة المجتمعات الدولية خاصة التي لها علاقات اقتصادية مع ميانيمار والتأكيد على ان الروهينجا مواطنون في ميانيمار تعرضوا لابادة جماعية وقمع وحشي لعقود امام العالم ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات اللازمة على الفور من اجل العودة السلمية والكريمة للروهينجا من اجل الحفاظ على السلام في المنطقة اشتركوا في القناة